السعودية بدأت إجراء تعديلات على مناهجها الدراسية وقد حذفت بالفعل حديث نبوية عن اليهود ودروس حول الجهاد وقيمة الاستشهاد في الإسلام هذا ما أوردته صحيفة واشنطن باست في تقرير حول الإجراءات السعودية لتنقية الكتب المدرسية مما وصفته بفقرات معادية للثامية الحذف طاول أحاديث نبوية عن قتال اليهود في عدد من المراحل المدرسية الأمر الذي رحب به إسرائيليون بينهم ماركوس شيف وهو مدير معهد إسرائيلي لمراقبة ثقافة السلام والتسامح في التعليم المدرسي إمباكت إذ وصف التطورات الأخيرة بالمدهشة ولسيما أن هذه التعديلات ليست الأولى ولن تكون الأخيرة فبحسب شيف كانت هناك تعديلات عام 2019 لكنها لم تحذف بالكامل الفقرات المعادية لليهود أو الجماعات الدينية الأخرى لكن هذه التعديلات تعكس توجها أكثر توازنا وتسامحا مع إسرائيل بدليل حذف فصل كامل تحت عنوان الخطر الصهيوني الذي ينزع عن إسرائيل شرعية الوجود وفقا لتقرير صادر عن إمباكت العام الماضي أما ديفيد واينبرغ مدير الشؤون الدولية لرابطة مكافحة التشهير في واشنطن فقد قال للصحيفة أن الإشارات التي تشيطن اليهود والمسيحيين والشيعة خذفت من بعض الأماكن أو خففت نبرتها ولكنه لفت إلى أن الكتب المدرسية السعودية لا تزال تعكس حالة العداء مع إسرائيل وتعبر عن دعم القضية الفلسطينية وبحسب واينبرغ فإن الكتب المدرسية السعودية لا تحتوي على اسم إسرائيل هذه التطورات على المستوى التربوي والتعليمي اعتبرتها الصحيفة الأمريكية في سياق تسهيلات الرياض لخطوات التطبيع الوشيك مع إسرائيل